انت عايش ومعايش حياة الناس وبتشوف هاي الاختبارات بعينيك يعني عم بتشوفه أمامك ايه الدروس اللي احنا ممكن نتعلمها من خلال اللي عبروا العابرين الحاجية واحدة من اهم الدروس يا اخ نزار انه اننا نقدر ان كلمة الله الحية بين ايدينا ما عندكش فكرة يا اخ نزار كد ايه مش العابرين بس اللسه هما في مرحلة البحث والدراسة بيشتاقوا ان يكون عندهم نسخة من كلمة الله نشكر الله من اجل الميديا ومن اجل انها وجودها على الشبكة العنكبوتية لكن النقطة انه اول درس احنا نتعلمه انه ندرك ان احنا كدين نعمة التي نحن فيها مقيم دي اول حاجة الحاجة التانية انه اتعامل مع مع هؤلاء العابرين مش من منطلق انه هم مواطنوا درجة تانية بالعكس دول تحملوا ما لم تتحمله حضرتك حين اشهروا انهم قد قبلوا المسيح مخلص لحياتهم عشان كده مهم جدا نحط نفسنا مكانهم ونتضع بكل تواضع بكل خضوع نخدمهم زي ما عمل الرب يسوع قام من العشاء تزرب من شفا اخذ مغسل وبدأ يغسل نغسل رجليهم بكل تواضع مش الغسل الرجلين الحرفي انا لا اقصد الحرفي لكن اقصد حياة التواضع وحياة ان انا ابقى فعلا افلابل ليهم اساعدهم علشان يتقدموا في الايمان وينمو اشتركوا في القناة